تركي الصوات من شعراء المعنى الجيدين اللي يثبتوا وجودهم شاعر شاب متأمل فيه خير ويتميز بالنحول الزينة واخذ جائزة المركز الأول في هذه المسابقات بالنحول تركي الصوات قادم إلى الساحة قدامها الساحة مفتوحة لأقوابها نهجي في المحاورة المحاورة هي أحدى فنون الأدب تخضى لعدة مقاييس منها الاحترام المنافسين منها عدم النزول في الأبيات الشعرية عدم تطرق القبائل للأعراض أنا بالنسبة لي أشوف وطعي أني جالس ألعب اللعب اللي هو متوازن أحاول أن يلعب على المعنى اللي ما يكون فيه انسياق الأشياء أخرى أحيانا ممكن أنك تواجه شاعر يحاول يضغط عليك تكون أنت بصورة دفاعية تتحول صورة هجومية فهي تحكمها ظروف الملعبة وقتها إن شاء الله أنا وطلال بنقدم طرق ممتاز وبيكون لحضو ربا مر الله بيغلبني طلال الشمري ولا أغلبه أنا ببدو القصارة جهدي وصح يكون فارق خبرة بين طلال في الناحية هذه لكن ما يمنع يكون طلال ممتاز وإن شاء الله يطع طرق ممتاز طلال الشمري ما قابلته ولكن اللي يسمع عنه من زملانا أنه شاعر شاعر جديد ولا أعرف لن أقابله نهائيا أقول الله يعينك على الشعر يا طلال بيجي منهم علو الله نظرة الشعر المحاورة أنه فن أصيل وموروث أقرب ما يسمع أنه صار لجميع مناطق المملكة شراسة الملعبة والمحاورة أكيد أنها تزيد من تجلي الشعر تعمد الشراسة وعدم إجادتها توقع أنه هذا السؤال من الناس المبغضين هم واجد الثقة في النفسك وصف عندك كلمة للخصم تركي الصوات أقول الله يعينك